موسيقى مساء الخير و اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية اللي حصل للمصريين في موسم الحج لا يجب ان يمر مرور الكرام ولا يجب ان يضيع في غياهب اللجان والتحقيقات والاستجوابات وكل هذه الاشياء يجب ان تكون المسألة واضحة جدا نريد ان نعرف الشركات المسؤولة ونريد ان نرى اصحابها يحاثبون لانهم كانوا السبب في موت ما يقرب من 500-600 مصري والارقام مرشحة للزيادة فهذا الامر وانا يعني احترمت جدا موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي على طول قال يا جماعة لجنة تحقيق قلولي ايه الحكاية وايه الموضوع اشتغلوا على طول مجلس الوزراء حدد الشركات مجلس الوزراء وقف هذه الشركات تم تحولها النيابة ولكن يجب سريعا ان نعرف ماذا يحدث غنيون عن البيان ان هناك ثقوب كثيرة في المنظومة اللي بينتج عنها صفر الناس للحج الحج النظامي ده مش هنتكلم عليه هذه شركات محترمة شركات مسجلة لها نظامها لها اكوادها لها 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 ما حدث هو امر منقصب الى قسمين قسم له علاقة بالنصب واكرر النصب وتخيلوا انه يتم استخدام النصب في تحقيق شعيرة طاهرة محترمة مثل شعيرة الحج والجزء الاخر قائم على الفهلوة يعني اما انت ضحية نصب او ضحية فهلوة في النصب انا عايز اقول الجملة كده وحرميها وحضراتكو دوروا عليها بعد كده وحتلقوها هي دي مفتاح السر بتاع النصب وبتاع الكوارث وكل حاجة وكل هذه الاشياء الاكواد الاكواد من يصدر الاكواد من يأخذ الاكواد بتسافر على كود عمره وانت المفروض مش رايح تحج فالمسألة واضحة جدا ناس لأوا ان الحج لم يعد فيه متناولهم يعني ليس في استطاعتهم ففيه ناس قالولهم والله يا جماعة احنا ممكن نزبط لكم حج كويس بسعر وعنا فاكرة السعر كويس لا بتكلم عليه ده فوق المئة الف جنيه مش حاجة قليلة يعني المهم يعني هنعمل لكم سعر كويس تسافروا تحجوا فهؤلاء الناس اللي عندهم شوق ورغبة شديدة في الحج والاخر تخيلوا انهم يستطيعون النجاح انه يعني بشكل او باخر سننجو ايه المشكلة بس وصلني هناك وننجو وقسم اخر اللي هو قسم الفهلوة انا بقى هتحك عالسيستم السيستم اللي معمول في مصر وفي المملكة العربية السعودية ده انا اخترقه بسهولة انا استطيع ان انا اتحك عالسيستم ويعني اتغلب عليه بشكل او باخر القسم الاول والقسم التاني دول ما كانوش عارفين هم مستنيهم ايه يعني لم يقدروا ان الامر ليس بهذه السهولة انت مش رايح تحضر مطش وراجع انت مش رايح ساعتين وماشي انت مش رايح تقعد في حتة واحدة الحج بالنسبة للنظاميين اللي هو ام الناس اللي نزلها في قوتلات واخيام مكيفة وعندها اوتوبيسات هو مشقة قريدي بالنسبة لهم ام البي اللي رايح في الطل اللي هو رايح والنبي ابني هي مكة منين هو عارف يمشوله ازاي انا بقول لحضراتكو ده اللي حصل في ناس لقوها متوفية في الجبال حد بيعدي من جبال وليس غريبا ان انا اقول لحضراتكو انه كان في ناس بتقوم بارسالهم الى حد فيهم يعني ايه يعني في مثلا ناس على الواتساب كانت بتبعت للناس دي خلي بالك هنا في لجنة حيمشكوك خلي بالك عدي من الحتة دي عند الجبل خلي بالك مش عارف ايه كل دلك هي اخترقوا هذا النظام وهذه المنظومة اللي ما ينفعش فيه يعني حتى لو حاولت حتى لو فكرت ان تمشي عكس الاتجاه ان ان تذهب الى طريق غير الطريق كل هذا هي نهايتك هي نهايتك تماما وغني عن البيان ان المملكة العربية السعودية تحيط هذه الايام بكل عناية وبكل تقدير وبكل اشكال من العناية الصحية والعناية الدينية كل الاشياء يعني لا احد يستطيع ان يتحدث عن اي تقصير في المملكة العربية السعودية في هذا الامر الناس دي بتعمل ملحمة انسانية انت مستضيف ما يقرب من اتنين مليون بني ادم في مكان تقريبا واحد في وقت واحد كلهم بيعملوا نفس الاشياء في نفس الوقت اتحدى في اي تجمع في العالم في اي مكان يستطيع احد ان ينظم هذه الكتل البشرية في هذا الوقت فالمملكة العربية السعودية لن نتحدث عن امكانياتها لن نتحدث عن قدراتها لانه بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالنسبة للملك بالنسبة الولي العاد هي ليست سياحة او تجارة هي رسالة هي رسالة المملكة العربية السعودية في العناية بالحجاج يعني ده هذا امر واضح جدا وبعدين هذه دولة اي تقصير فيها علاجه حازم وقاصي ما فيش مكان للمقصر يعني فيه حساب عسير اي تقصير قدامه حساب عسير ما عندوش فرصة انه يسيب حاجة او يبقى فيش ايه اصله هذا الامر والتطوير اللي حصل والقطار بتاع كل هذه الاشياء التي حدست والتوسعة التي تحدث كل ده علشان الناس النزاميين يكونوا في احسن حالة ممكنة يعني مثلا اللجنة الطبية المصرية الموجودة للحجاج النزاميين مش الحجاج اللي بينطه من فوق الصور الحجاج النزاميين اللجنة الطبية اللي موجودة هناك فيها المصرية بس فيها مية وسبعين طبيب وممرض فيها اطنان من الادوية هذه اللجنة الطبية دي بس نظرت 23 ألف حالة يعني فيه 23 ألف حالة دخلوا لهذه اللجنة الطبية اللي تعبن من حاجة اللي عنده انا احدثك فقط عن اللجنة الطبية المصرية اللي راحت عشان تعتني بعدد من الحجاج المصريين اللي هم فوق الخمسين ألف ففي النهاية هذا ده الأمر اللي قايم على النصب الناس اللي بتعمل ملايين بينصب في الحج بينصب على الحج بينصب على حج وطبعا الناس هناك الأرض كان بتطلع نار يعني ان انت تمشي حافي في ضروب الجبال ويقول لك خش يمين وخش شمال انما انت لو جو دائرة الحجاج النظاميين عندك اي مشكلة الطبيب موجود الشرطي موجود زين بقول المملكة العربية السعودية بكل امكانياتها بكل مستوياتها وليه العاد كان موجود في المشاعر هناك بكل امكانياتها هم يشرفون على هذا المكان وهذه الشعيرة وهذه الإجراءات مفيهاش جدال ومفيش بقولك التقصير لاو حساب عصير اي حد مفيش مجال ومفيش مجال انك تمشي عكس الطواف ومفيش مجال انك تمشي عكس الاتجاه ومفيش مجال انك تمشي عكس الجمرات احنا روح نحجينا كتير مفيش مجال لهذا الأمر انما انك تمشي في الصحرة دي خلاص هذه مسألة يجب ان حضوك تتوقف عندها كثير ولذلك الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس يجب سريعا جدا ان نعرف ماذا حدث من المسؤول ايه حكاية الاكواد ما هو كمان حضرتك اما تروح فجأة انا شفت ناس باللي بيتكلموا من اللي هم غير النظاميين يقولك ايه يقولك ما احنا مالحناش الاوتوبيسات ايه الاوتوبيسات دي مجهزة للنظاميين تاخد العدد النظامي انت مش ممنوع منها نفس الشيء الاماكن بتاعت النزول هي مصممة لاعداد النظاميين الحاجة اللي انا شايفها قدامي انا جاي من عندي كم حاج وعلى فكرة الوفيات ليست من مصر فقط الوفيات موجودة من مصر وموجودة من اندونيسيا وموجودة من الاردن وموجودة من تونس موجودة من دول كثيرة دول كلهم او اغلبهم ناس قرروا انهم ما يستخدموا الفهلوة في عام هو من اعلى اعوام درجات الحرارة نحن نتكلم في ايام اللي هو الاكتر ايام اللي حصل فيها الوفيات اول يوم وتاني يوم العيد بنتكلم على درجة حرارة فوق ال52 فوق ال52 اهو صدر على جميع الحجاج المخالفين لا تركبوا بسات للتصعيد الطريق ملغم ووعر امشوا على اخدامكم وعليكم بالنفق وهللوا وكبروا دول مش رحين الاستاد دول مش رحين الاستاد الحج مشقة مشقة بقولك للعادي مش للانسان اه وطبعا من ده كتير انت بتتكلم مش ناس رايحة حج ناس تعمل بأمرة يعني انت كحج حاسس انه هذا الامر حلال يعني هذه الحجة تعتبر في هذا الامر حلال والسلطات السعودية من قبل الحج جملة كانت واضحة موجودة على كل المواقع وموجودة على كل المنشورات ولا حج الا بتصريح لا حج الا بتصريح مش هتحج غير بالطريقة دي ولذلك المملكة العربية السعودية طلعت قرارات انه حاجات العمرة اللي هي بتيجي الزيارة بتاعة العمرة اللي هي بتيجي من الناس هناك ودعوة اللي هنا دي حتتمنع في حاجات حتتواف هناك قرارات تغذيك كتير بخصوص الطريقة التي يذهب بها المصريين الى العمرة والحج حتقول لي طب والناس زنباي هو حيقول لك طب ما انت دلوقتي انا مش عايز يبقى عندي هذا الامر انا مش عايز اتحمل مسؤولية هذه الاشياء انا مسؤوليتي واللي في رقابتي واللي تحسبني عليه يعني مثلا الدولة المصرية قالت انه في المنظومة الرسمية العادية توفى واحد وثلاتين وده الرقم اللي قريب او بعيد في كل سنة اللي هم الناس الكبار في السن الناس اللي عندها امراض مزمنة وهو الاخر انما الخمسمية وستمية دي انا انا وصل لنا السيارات توصلك فين وتوصلك انت مين انت كل الناس يقولك يعني ما كنتش هديني ساعدهم اللي بيقولك كده مراحش حج يعني اللي بيقولك ما كنتش قادر تساعده انت ده انا مش همدي ايه ده دخله انت بقول لحضرتك فيه اتنين مليون بني ادم موجودين في مكان واحد ما فيش هذا الامر في الحج اما ان يكون منظما وإلا هذه الدولة التي تقدم الغالي والنفيس من اجل اتمام موسم حج دائما ناجح وعظيم وهو ناجح وعظيم هذا العام ايضا لا تستطيع ان تنفس بقى القوانين بتاعته رمي الجامرات ناس دايما كتير عنده مزاج انها ما تنزلش من الناحية دي يرجعوا من نفس الناحية فوقفين عساكر يقولونهم لو سمحت ما ترجعش ايه حج ما ترجعش ايه حج امشي لقدامي حج يعني حتى الحركة ال وانا على فكرة مش بكلمك على معلوم بكلمك على تجارب شخصية ليه وتلقى ناس يقولك عايز هو طب هي المشاعر لها نظام وليها وبعدين الحمد لله يعني اهلنا وشيوخنا ووهو الاخر عملوا الكثير يعني وانت قعد في الحج تروح تسأل بقى اللي هو التسهيل ازاي مين ممكن يرمي الجمرات مكانك مين يعمل ايه مين يسوي ايه هترجع تعمل التواف ولا بشيوخ كل هذه الاشياء موجود شيوخ اجلاء سواء من بلدك او من البلاد التانية في الخيم اللي حواليك يا مولانا انا عملت كذا انا عايز اعمل كذا على طول موجود الفتوى الواضحة اللي تساهل هذا الامر يا جماعة الناس مش رايح هتحج عشان تموت من استطاع اليه سبيلا انت مش قادر خلاص خلاص يعني خلاص ربنا يعني دي الشعيرة اللي ما فيهاش اجبار هي ليه علاقة بالاستطاع انت تستطيع الاستطاعش ربنا رحو رحيم غفور عارف يعلم بالنوايا وكل شيء انما طبعا تم استغلال الحالة اللي موجودة طب تعالى حججك تعالى بتاع بس روح وقعد في حتة معينة وما تمشيش منها اه اه مش عارف ايه كلم فلان كلمة السر يا جماعة لا ده مش حج مش هو ده الحج هذا الامر يجب ان ينتهي ويجب انه اللجنة التي رأسها السيد رئيس الوزراء ويجب انه السادة الوزراء والسادة المعنيين طبعا دور الدولة بصرف النظر عن ان هم كانوا نظاميين او غير نظاميين او 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 انه لسه في ناس هناك وعلى فكرة عايزة ازيدكم بقى مش يعرفين طب انت بتقولي الناس بتروح قبل الحج يعني تروح تعمل عمرة وتروح قبل الحج وتقعد لغاية الحج انت فهم طب فيه بقى ناس تانية اللي هي بتقعد بعد الحج يعني هو يبقى رايح بعمرة ويحج وبيقعد بعد الحج يزبط بقى اموره يجيب ارشين يقعد شوية عنده ده في اني دولة ده في اني مكان في العالم ده ممكن يجرى في اي مكان في العالم ويجي حد يقولك ايه يقولك طب ما وكان ممكن ده ما فيش حاجة ممكن يحتحج بالطريقة النظامية المحترمة اللي الدول دولتين دولة المملكة العربية السعودية والدولة المصرية اللي اتنين متفقين على منظومة معينة يتم التعامل او لا او لا يجب تتكرر هذه المأساة مرة ثانية ويجب ان يتم التشهير بالشركات لانه هذه الشركات قتلت الحجاج المصريين هم قتل مش نصبين مش واخدين فلوس ناس هو قتل هو قتل وهو يعلم انه يرسله لانه اللي عامل الكلام ده راجل عارف كويس الحج الحقيقي بتعمل ازاي وبيكلف قد ايه فانت بعد تموته بعد ترميه في اي حاجة وانت تعلم انه لا مأوى له لا رعاية صحية له المملكة عربية السعودية بتقولك ايه بتقولك لو سمحت انا عايز اشوفك خلينا اشوفك عشان اخدمك اقدم لك خدمة الحجيج اقدم لك الرسالة اللي انا يعني مؤتمن عليها اقدم لك كل العون كل شيء تحتاجه ده فيه ناس يا جماعة بيجي لها امراض عملية بتاع العملية بتعمل في مستشفيات المملكة العربية السعودية فيه لحظاتها فيه يومها اللي عملية السعودية من استعدادات غير عادية الان نحن نبحث بقى عن ناس تايهة ناس مريضة ناس معوقة كل هذا يحدث لوحد راح يحج يعني هل ممكن انه هذا هو يبقى نتاج موسم الحج المصري هل هو ده الشيء اللي احنا بنبصله ده احنا المفروض الناس راحت تحج وامبزطت وفي الرعاية المملكة العربية السعودية وانت راجع سعيد ومبسوط والناس خدت انا سامع قصص من الناس اللي راجع عن الرعاية اللي موجودة من اصغر عسكري واقف موجود في شارع في مكة لغاية رؤساء الاقسام اللي موجودين حواليهم في كل مكان اي حد عايز حاجة اي حد وعلى فكرة هذا ليس متوفر للمصريين فقط هو متوفر لكل ديوف الرحمن يعني حاجة وهذه ليست اول سنة ولا اول تجربة ولا 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 اي حاجة نحن نعلم ماذا يقدم ابناء المملكة العربية السعودية لهذا الموسم فانا اه وبعدين ايه الضغط بقى طب ما تفتحه لهم يعني حصل حصل ايه الناس اللي انفتح لهم دول حيعودوا فين هو انت متخيل ان انت مثلا في سويسرا هو دماغه ايه انه حيفرش باشكين على الارض ويناء الارض نار الجو نار مفيش نفس انت بتعمل في نفسك ايه وهو ربنا قال كده يعني تعالى بقى انا مش عايز اتكلم في الدين انما تعالى بقى نرجع ورا شوية هو ربنا قال كده هو ده اللي ربنا قاله عشان نعمله مين مسؤول عن الناس اللي ماتت دي انا عايز اسمع اسامي الشركات عايز اشوف الناس دي والنيابة الموقرة والاخوة في مجلس النواب ارجو انهم يسمعوا شهادات كيف حدست هذه المأساة شهادات زي ما بنشوف الكونجرس الامريكي كده وزي اي مجلس نواب محترم لو سمحت فيه ناس طبعا من غير النظاميين دور راجعين تعال اقول لي ايه اللي حصل تعال اقول لي الحكاية ايه والصغارات فين احنا عارفين الصغارات فين هنا في مصر اسأل اي بص انا واضح وبقول للمسؤولين اسأل اي حد بيعمل حج نظامي واما اربع خمس اسامي معروفين هيقول لك ايه المشكلة ليست سرا ولا محتاج انك تلف ودور كتير هيقعد يعمل لك ورع كده يحط لك فيها عشرين تلاتين حاجة هي اللي بتبوز الدنيا ودايما عندنا المشاكل دي ولكن هذا العام المشكلة تحولت الى مأساة المشكلة تحولت الى كارسة فهذا الامر انا بقو ناشد سيد رئيس الوزراء وانا من غير ما يكون عندي معلومة اعلم ان سيادة الرئيس سيتابع بنفسه لان الرئيس كان هناك الرئيس كان هناك حيتابع بنفسه نتائج هذا الامر لان انا قلتلكم اعملوا لي تحقيق وقولوا لي ايه اللي هيحصل فيه فعلا مش محتاج يعني اكون عندي خبر انه الرئيس حيتابع ويعرف ايه اللي حصل ومين السبب وايه الحكاية وايه الموضوع لا يجب عايز اقول لكم حاجة ليس في المملكة العربية السعودية فقط بعض انا واضح اهو عشان انا عارف اللي حيتنيل عني بعض المصريين اهو تاني بعض المصريين اهو تالت بعض المصريين في اماكن كثيرة في العالم بوزوا اي سيستم واساءوا لبقية اي مصري يعني تيجي تقدم فيزة يقول لك لا اصل المصريين هنا عملوا كذا اصل المصريين هنا عملوا بعض المصريين فبتعم طبعا سمعتك الفهلاوة الفكرة ايه تعالى بقى طب وانت ليه هتدفع دول هبل دول اللي دفعين المبالغ دي تعالى انت ادفع الرقم ده وحتبقى زي الفن وطبعا يا تغرق في البحر يا تتمسك على الحدود يا تدخل السجن يا تروح تنم في الشارع يا 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 كل اللي انت عايز فاللي بيحصل في المملكة العربية السعودية يتم طبعا تطبيقه في اماكن كثيرة من مدرسة الفهلاوة وانا احنا بتاع واحنا يعني هبل كياس جوافة يعني نروح ندفع اه تفضل مفيش انت شاف النظام انت ماشي في الطريق ده النقطة الف نقطة به في اليوم ده في اللحظة دي غير كده غير كده لا حج هادي المملكة العظيمة هادي المملكة اللي تعمل على هذا الامر يعني بكل امكانياتها لن تسمح يعني انت حتى لو فكرت لن تسمح ابدا انه حد يخترق هذا النظام انه يمشي بشكل مختلف انه يمشي ان يضع نظم موازية لانه هو لا يملك هذا الطرف الحج لا يصلح فيه اي انظمة موازية ولكن هو انظام واحد تضع المملكة العربية السعودية واجبع ان يلتزم بيك جميع وهو انظام مريح لك ويحميك ده فيه الطفل وفيه الرضيع وفيه الأم وفيه الأب وفيه الصغير كلهم متشالين على رأس المملكة العربية السعودية انت مش ضيفي انت ضيف الرحمن هو دوره انه هو يعني يوفر لك كل الطرق المناسبة لتنفذ هذه الشعيرة المحببة إلى قلبك فيه أمن وفيه سلام وفيه سعادة وفيه يسر وكل شيء اللي تعمل في المملكة في التطور على عشرات السنين في الحج لا يعني والتوسعات والتسهيلات كل 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 شيء انما انا علشان غلط وده اللي حصل ان انا قلت لحضرتك انا عامل انه الناس ممكن تيجي تعمل عمرة فيزا اونلاين قدم اونلاين انا عايز اقص انه ما يبقاش فيه حد ياخد منك فلوس فانت تستغل هذا الامر وتيجي تقعد للحج لا انا الغي انا مش هعمل الكلام انت بتستغل هذا الامر بشكل خاطئ انا اخليها للناس اللي ما بتستغلهاش فحد حيرد يقول ايه طب مش كل الناس تعمل كده فحيرد عليك يقولك انا ما عنديش مجال للخطأ انا ما عنديش مجال لان انا يبقى فيه نسبة من النسب دي وقادي الكارثة هي واضحة قدامك الناس يا جماعة اللي بتعمل مناسبة فيها سبعين الف او مئة الف لمدة يوم او يومين يقولوا احنا عملنا اللي ما حصلش ده عنده ملايين لأسبيح تقوله ايه اللي بيقدر ينجز هذا الامر تقوله ايه ارجو انه اليام القادمة لا تذهب الاوراق يعني بعيدة كده وبعدين نلقى اه طيب حيبوا ييجوا حنشوف حنعرف لا اضرب على الحديد هو سخن حل الموضوع دلوقتي وحط قواعدك وحط شروطك وزبط نفسك وحافظ على بلدك وحافظ على ابنك اللي ممكن يدحك عليهم بعد كده تاني حل هذا الامر ان شاء الله نحل وان شاء الله دي تبقى اخر احزننا الحج ليس حزن الحج ليس وفيات معانا سيادة النائبة نورة علي رئيسة لجنة سياحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن اهلا استاذة نورة اهلا اهلا استاذة عمر هتتعملوا ايه يا فندم حضرتك اتكلمت وتناولت كل شيء انا انا افكر ايه ممكن يبقى فيه اضافة بس يا فندم احنا الحياة العمر والحج دول مشاكلهم وطحة وصريحة وحضرتك مش بحتاج تجيب اربعة معروفين حضرتك لو جدت واحد بس حتى بيشتغل في الحج وعارف المشاكل معروفة فيه شركات الحج النظامي احنا عارفين انه من تلت جهات الداخلية وشركات السياحة والتضامن والحج الغير النظامي ده حدث ولا حرج السمصرة بكاتب الخدمات اي واحد في قرية صغيرة عارف الناس اللي نفسهم ومشتقين يحجوا وبيبيعوا دهبهم ويبيعوا كل اللي عندهم عشان يحجوا بيشتغل زي ما حضرتك قلت الشغف ده عشان يقدوا الفريدة الحج زي ما ربنا سبحانه وتعال الحج لما نستطاع اليه سبيلا النهاردة انا معي اقدر حج اقدر انا صحية تبطعت ان انا حج سافر انما لما اكون انا مخالف من البداية من اول نية الحج ده انوع الحج ده الحقيقة يعني انا عموما احنا عقدنا جلسة في 23 ابريل وقدينا روشدة وكان ممثل فيها وزابة السياحة اتحاد الورفة السياحية اللي فيها اعضاء ممثلين في اللجنة العليا للحج والورفة السياحية لما كل الناس المنوطين بالحج والعمر اللي بيحطوا الاشتراطات وبيحطوا المعايير وبيحطوا كل الحجاب بص يا فاند البوابة اتعملت عشان تحمي المواطن القانون البوابة ده بنظري انا بيحمي المواطن المصري يحميه من السرقة ويحميه من الناصب ويحميه من كل الانواع الناس اللي موجودة لحضرتك ذكرتها القانون ده باختشار بيقول انه اي حد هيسافري حج يكون واخد برنامج في كل حاجة معروفة فيه بحيث انه اسمه بيذكر على البوابة بيتحط اسمه نوع الطريق اللي هو هيوصل به هل هو رايح بري او رايح عن طريق المطارات هيقعد فين مين المطور بتاعه ومين شركة يعني الراجل اللي عمل له البرنامج ده مسؤول عنه مسؤولية كاملة بان هو يديه كل اللي مفروض يديه ويرجع لو عنده سطوع بنجيب حقنا من الشركة اسمه قبل الحاج طبعا كانت المملكة الشقيقة زي ما حضرتك عارف مش على الانلاين والتكنولوجي ومستوى عالي جدا من الاداء ومستوى سريع ويعني اقاعه سريع جدا فقدت بعض التأشيرات اللي هي فيها تسهيل للناس اللي هتسفروا كان من هنا بقى ده هو ده اللي جي الاستغلال من السمصرة ومن ومن يا أستاذ زنورة نعم في شركة واحدة قدت قبل الحج عشر تلاف كود عمر عارف يا فندم طيب عشر تلاف اللي مطلع عشر تلاف ده مش نشك فيه بقى ولا ايه نعم تكي فيها واتعمله محضر واتعرف انه هو مسفر ليه الحج لانه كان كمان على الشنط بتاعتهم مكتوب حج يعني هو واحد كود عمره ومطلعهم بشنط عليها حج خلاص اللي هي الشنط دي اللي بدي قالهم اللي فيها البشكير والمش عارف هيو الحاجات الزبط وده من ضمن الشركات اللي هي توقفت الحمد الله وتم تفعيل جنون دا بياخد كام يعني العشر تلاف دول جابوا له كام اقول لحضرتك يا فاندم الراجل اللي هو بيطلع الناس كده بري وبيروح للمواطن البسيط بياخد منه 120 ألف جنيه في حين انه أرخص برنامج بري موجود 125 ألف حضرتك متخيل ان فيه 75 ألف جنيه فرق يعني ما نرجع نقول المواطن البسيط ده عايز يسافر بأي طريقة بس برضو لما يبقى فيه 75 ألف جنيه في الرحلة لازم يبقى فيه مجال شك هيقعدني فيه هيعمل فيه هيقعده زي ما حضرتك قلت كده في الجبل ويتعب والشمس تخبطه ولا يبقى عادر يشرب ومحدش غير رفي ساعته لأنه ما فيه شركة بي يا فاندم اللي بيطلع الكود ده بيقول انا مطلع الكود بس لأن القانون بيقول ان المسافر بأي نوع من أنواع تأشيرات لابد من تسجيله في البوابة التسجيل ده مش معناه انه هو متجيله رحلة لما كان في المطراب يا أستاذة نورة هو مي اللي بيشرف عليه يعني حتى اللي يطلع ألف يطلع ألفين لازم تشكوا فيه في الوقت ده انت اليوم كنت تكون مطلع عمرة في الوقت ده أبدا ما هتوقف يا فاندم هو اتعمله محضر بالفعل وتشابت الناس تساكر والناس رجعت الحمد لله كاملة وما حصل في أي حاجة لأن احنا خدنا يعني أينها خدوا خدوا فعلا كان فيه محاضر بتتعمل والنهار ده فعلا في المجلس الحمد لله اللي ومجلس الوزراء أخذ القرار بتفقيل القانون وقت 16 شركة ولازم يبقى القانون مفعل وراضع جدا لأن مش ممكن الناس اللي بتموت دي بحرام الأستاذ النورة علي رئيسة لجنة ساحب مجلس نواب أشكرك شكرا جزيلا إن شاء الله نتابع اللي يام القادمة دي نشوف فيها معلومات الراجل رئيس مجلس إدارة بوينج رئيس مجلس إدارة إيه بوينج أظن مفيش أكبر من كده في العالم يعني فيش حاجة أجمد من كده كان بيحققوا معاه في الكونجرس وكل المعلومات لغاية حضرتك بتاخد كم في السنة قال له يعني ما قال له أنا بقول لك رد على السؤال خد بالك هو بيسأل واحد شركة قطاع خاص شركة إيه قطاع خاص قال له حضرتك بتاخد كام قال له باخد 32 مليون قال له طب والناس اللي وقفوا وارا دي اللي بتضحايا دي المبلغ اللي انت بتاخده دي الراجل ويف اعتذر للناس اللي قاعدة اللي تجيين له بالصور طبعا ما فيش حاجة بتعوض ابدا فقدان الانسان لابوه او امه الناس دي لازم تدفع تعوضات للضحايا يعني لازم يبقى من الغرامات اللي عليها 16 شركة دي ما نبو يا راح هتقول لي معاصل هو ما كانش نظامي لا بس انت اللي موضته لازم الناس دي تاخد تعوضات 600 700 800 ايا كان الرقم الشركات يا جماعة لازم يبقوا عبرة لمن يعتبر انا بقولك عايز حضرتك تقعد تتفرج على الاستجواب بتاع الراجل بتاع بوينج اللي هو بتاع ايه الطائرات الماكس 737 اللي عملت مشاكل يامة من اول الطائران الاسيوبي مرورا بقى بتائرانات كتير لما يبان ان قبضة الدولة ثقيلة ويبان انه اي شركة هتغامر بروح اي مواطن مصري هيكون مصرها الهلاك طبعا فيه ناس من اللي هم عادين يقولك ما دايما اللي مشاجل بتحصل وقانون معلش بس يقلل بقى لازم تبقى فاهم ان هناك يد ثقيلة الدولة وانا ما بكلمكش على مناسبة بتحصل مرة وخلاص او حاجة لا ده عمرنا كله هنحج عمرنا كله هناخد اكواد فلو سمحتم كونوا حاسمين حاسمين قادرين ولو ارادتم مفتريين يجب ان نظهر امام شعبنا وامام الناس اللي حوالينا اننا ما بنسيبش الكلام ده مفيش حد في المنظومة دي انا بقول انا بقول معلومة على فكرة مش بقى انا بتكلم بجد مفيش حد في المنظومة دي غير وعارف مشاكلها ايه شوف بقى ايه انا بقولك عارفين مين السبب وازاي المشكلة بتحصل يعني الراجل بتاع بوينج ده قالوا الباب مش عارف بتقفلوه ازاي مساء التقنية جدا لا لا انا بكلمك على شيء كل الناس اللي عاديين قدامك دول عارفينه ايه والسيدة الفضلة اللي كانت معانا من شوية في مجلس النواب قلتلي ده فيه واحد عمل عشر طيقتلي هي وعارفها وعارفها خلصوا ودي بقى حاجة لا فيها شعب حيبقى متدايق ولا هو زي مش عارف ايه ولا زي الدعم ولا زي لا خالص ده الشعب حيسقفلك ايوه اضمن لي وبعدين انا اجي اشوف بقى هي بكام السنة دي غالية اللي انا مقدرش ما ملياش فيها شكرا مع السلامة ربنا عارف ان انا ما فيش في استطاعتي هذا الرقم وهذا الامر خالص يعني ودي تايم